موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد الشعر ليس زخرفة وكلمات مرصوصة لا روح فيها ولا حياة إنما هو المبدأ والقيمة والأخلاق التي تتزين بها الكلمة حتى يكتب لها الأمد البعيد والحياة المشرقة الحياة التي تتجاوز حياة كاتبها ذاته إلى ما هو أبعد من ذلك إلى عوالم شاسعة عنوانها الأخلاق الحميدة والقيم الرفيعة التي ترقى بالشعر والشاعر وكذلك بالقراءة والقارئ شاهدين الكرام معنا هنا في الأستوديو الشعر الجزائري والأكاديمي المميز حقيقة الأستاذ عمار محمود الأرباع حللت أهلاً ونزلت سهلاً على بيت القصيد مرحباً بك مجدداً معنا شكراً لكم أستاذ مصطفى أهلاً بك قبل ما نغوص بعيداً تحليلاً ونقداً ونقاشاً فيما يتعلق بالشعر والمبدأ الشعر والقيمة الشعر في زمن الصراعات المتعددة عرفنا إليك قليلاً إلى حلمك المنتظر إلى إنجازك المرتقب وقد وشى لي من وشى أنك مقبل على يعني مناقشة رسالة الدكتوراه في منتصف هذا العام وأرجو أن تكون الوشاية صادقة تفضل أيها الأستاذ مصطفى شكراً لكم حياكم الله وحيا الرافدين أهلاً بك وحيا ما ترفد هي وأهلها وصناع هذه القناة عمار محمود الأربع أعود على بدء جزائري المنشأي عشت في وطني الحبيب طول عمري إلا هذه الأيام التي أتواجد فيها بهذه البلاد العامرة تركيا أحب الشعر وأحب الشعراء أصحاب المبادئ والرسالات طموحي أن أكون إنساناً معطاءاً ينثر الورود ويضيء الشموع في دروبي هذه الأمة وفي ليلها الداجي هذه قصة حب للعربية ليس له حدود شاعر صاحب أحاسيس ومشاعر طموحي في الوصول ليس له حدود هذه هي أملية وهي أملية كل إنسان حي حي القلب حي العقل حي الذهم يا سلام جميل جداً ومقدمة تبشر بالكثير من الجمال في هذه الحلقة أستاذ عمار قبل أن نذهب إلى شيء من شعرك أو من منقولك المحبب لديك حدثنا قليلاً عن الشعر في زمن الصراعات ما بين المبادئ والإنحلال من وجهة نظرك كيف ترى الصورة تفضل أشير في زمن الصراعات والصراع منذ أن خلق الله تعالى آدم والصراع قائم على أشده في أول عصيان للشيطان لإبليس ثم جاء بعد ذلك الصراع على أشده بين قبيل وهبيل هذا يدفع إلى الحق وهذا يدفع إلى الشر وهي سنة الله الجارية منذ ذلك الزمان إلى حيث نحي اليوم إلى زماننا هذا والصراع بين الفضيلة والرذيلة أو بين الحق والباطل صراع قائم وهي سنة الله الجارية فالحق له أهله وأعوانه والباطل له كذلك أهله وأتباعه بين المبادئ والإنحلال الصراع بين المبادئ والإنحلال لكل من هذين المصطلحين أو من هاتين الخصلتين أتباع يتبعونه فأصحاب المبادئ لابد أن يكونوا وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون وأتباعهم الذين صاروا على نهجهم والإنحلال كذلك له أتباع لا شك فأصحاب الشهوات كثر وأتباع الباطل أكثر وأنت لو قرأت قوله تعالى وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ فأنت ترى أن الغلبة لأهل ذلك الباطل وذلك لكثرتهم ولكن نفس الباطل لا يطول وحبله سرعان ما يزول والغلبة دوما للحق وأهله ويعجبني في هذا أن ابن تيمية أحمد بن تيمية رحمه الله قد كتب كتابا جميلا الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فكل يدفع إلى حيث هو وكل يشد إلى طريقه والغلبة للأقوى صاحب الحق ما دام للحق أتباع وما دام نفس الحق طويلة يا السلام نعم حتى في أيام الجاهلية كان هناك رغم أنها جاهلية ولا نقصد بالجاهلية فقط كالفترة الزمنية التي جاءت قبل الإسلام إنما الجاهلية هي حال نفسية ترفض الامتثال للأوامر والانتهاء عن النواهي ويخطئ من يقول نحن في عصر أو في زبان قد فات الجاهلية بالعكس إن الذي يحدث في أيامنا هذه من قتل وسفك للدماء هو الذي كان يجري يجري في تلك الأيام فما الفرق بين أيامنا وأيام هؤلاء الصراع بين أهل المبادئ وأهل الإنحلال قائم أو كان قد قام كذلك في الأيام الأولى عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقام قوم يحاربونه وانتدبوا لهذه الحرب شعراء ككعب بن الأشرف الذي كان يسيء إلى سمعة المسلمين والمسلمات ويشبب بنساء المسلمين فانتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعراء المسلمين شعراء فردوا عليه وردوا على المشركين معه من أمثال حساب بن ثابت الذي كان يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس معك ويقول له لكلامك أشد عليهم من وقع النبال أو من وقع السهام فأنت ترى أن كل صاحب جهة أو طرف له مبدأ إن شئت أن تقول يمضي فيه ويمشي سواء كان صاحب باطل أو صاحب حق صدقت إلى شيء من الترويحات الشعرية قبل مواصلة هذا النقاش الحيوي والذي على ما يبدو أنه ثري إلى درجة أن المتلقي أو المستمع يود منك أن تتابع لكن لا بأس بنتفى الشعرية إن صح القول من بعدها نذهب إلى النقاش من جديد تفضل الشعر في هذا الزمن لا بد له أن يكون له دور وأن تكون له بصمة وبخاصة في هذه الأيام العجاف التي نحياها أولا تحيا لأهل الرباط الذين ملكوا علينا أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا يا السلام وإني لا أغالئين قلت إني لست الوحيد ولسنا نحن في الأمة الإسلامية الوحيدين بل إن العالم كله قد انتفض وعرف حقائق أقول في رحلة مع شهيد حي الشهيدة وأكرم كل رابية وطاثراها ولم يشعر به أحد هو الملك فلا تعدل به بشرا مضى وحيدا رعاك الله يا أسد قد كان همك أن تحيا بلا نكد في ظل دين عظيم سنه الصمد قد سغط ملحمة قد سغط ملحمة بالله معتصما فالتقض مبتسما والناس قد ركدوا يا بلسما لحياة الناس في زمن أمست كأنثى بعصر الجهل تتأد يا صنعة الله بين الناس نبصره حامي حما العرض إذ ما الخلق قد رقدوا تركت أهلك والأولاد في وطن وجئت تسجد المولى كمن سجد يا سلام وجئت تسجد للمولى كمن سجد عظيم تركت أهلك والأولاد في وطن وجئت تسجد للمولى كمن سجد أرسلتموها سهام الليل صائبة فوفق الله في المقذوف إذ يفد لله دركم يا أهل عزتنا في أرض غزتنا ها أمركم إدد كم كنت أرجو أخوذ العز بينكم أنا وأنتم كما الأرواح تتحد فاقروا سلامي فاقروا سلامي على المختار قائدنا والصحب في جنة الفردوس من خلد فاقروا سلامي على المختار قائدنا والصحب في جنة الفردوس من خلد وأخبروهم حبيب الروح مفتقر إلى الشفاعة هذا القلب يعتقد وأعلموهم بأن الشعر وأعلموهم بأهل الشعر قد حضروا هم ثابتون كما كانوا كما عهدوا فقبل إله قصيداً بيت أقرضه وأنت أعلم بالنيات إذ ترد ولتأذروا البلبل الصداح معذرة فكم تحرى خطاكم صوته الغرد يا لائمي يا لائم الدهر أحيا في محبتهم وأصدق الحب ما يربو به الأبد يا لائم الدهر أحيا في محبتهم وأصدق الحب ما يربو به الأبد طاب هذا العزف المتفرد الذي ينبجس من مشكات نقية أحسنتها كثيراً أستاذ عمار عن دور الشاعر في تعزيز منظومة القيم الأخلاقية حديثنا الآن الشاعر إنسان متميز متفرد يتميز بأحاسيسه ومشاعره كما يتميز برؤاه الثاقبة كذلك يتميز بأنه ليس كغيره من العامة وأقصد بالعامة هؤلاء الذين لا ينظرون إلى هذه الحياة إلا على أنها أكل وشراب وطعام ومنام الشاعر الفذ لا بد له أن يكون صاحب رسالة وأن تكون مشاعره فياضة هذا يعني أنه يفرح للفرحين ويفرح لأمته إذا فرحت ويحزن لها إذا حزنت ويسعى إلى أن تكون في مصاف الأمم ويعجبني في هذا شاعر جاهلي وهو لقيت ابن معمر الإيادي الذي كان في ديوان كسرى ولم يهمه الفتاة الذي كان يتقضاه على مائدته عندما سمع بأن كسرى يجهز جيشا للانقضاض على قبيلته فنظم قصيدا وأرسل به خلصة لكن القصيد وقع بين يدي كسرى فأعدمه هذا القصيد يقول مما يقول فيه أبلغ إيادا وخلل في صراتهب إني أرى الرأي إن لم أعصى قد نصع إلى أن يقول يا قوم لا تأمنوا على أموالكم كسرى وما جمع في هذا المعنى ثم يقول قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزع يا سلام ماذا يرد عليكم عز أولكم إن ضاع آخره أو ذل واتضع يعني قصيدة رائعة فعلا رغم أنه كان جاهليا فيها أنفة وحماسة وعزة وتشبث بالجذور والأصول صحيح أستاذ مصطفى فيها اعتداد بالذات حتى إذا كان الواقع لا يخدمه نعم لأنه مصر على عزته على أنفته نعم القضية هي قضية أصول فالعربي في أصوله رجولة ومروءة وأنفة وعزة عزة ذات وعزة نفس لذلك كان يعيش بجسمه عند كسرى لكنه كان يعيش بنفسه وروحه بين قبيلته يا السلام وهذا هو المطلوب اليوم في هذه الأيام العجاف أن يكون الشاعر صاحب أخلاق ومبادع والشاعر يقول هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات يا السلام وشاعر آخر يقول وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم فأقم عليهم مأتما وعويلا أيها الله لذلك أستاذ مصطفى لابد للشاعر أن يكون على جانب من الأخلاق لأنه صاحب رسالة معلم مرب وقد قلنا في الحصة الماضية التي كنت فيها معكم في هذا المكان إن الشعر ليس ذلك الكلام الموزول المقفى نعم بقدر ما هو رسالة تتقفى أخلاق الأوائل أستاذ عمار على سيرة الأصول والجذور التي جئت على ذكرها نعم يعني نجد أن هناك أزمة حالياً موجودة للأسف في الوسط الثقافي خصوصاً في الوسط الشبابي الذي تراه يعني يظن أن الإبداع أن تتغرب أو أن تغرب القراء وتغرب ذاتك وتجربتك عن جذورك وعن أصولك وتسعى إلى تقمص ثياب بالية لآخرين لا يمتون لا لعقيدتنا ولا لقيمنا ولا لعاداتنا وتقاليدنا بأدنى صلة على ما يبدو أن هناك أزمة اعتزاز بالجذور وإيمان بهذه الأصول يعيش الشباب الأمة لسيما من يسمون المثقفين منهم صحيحة أستاذ مصطفى وهذه بلية البليات وبل والبلاوة طبعاً نحن نتحدث عن ظاهرة هذا لا يلغي فكرة أن هناك الكثيرين لا يزالون متشبثين بالأصول ما في ذلك شك فكل قضية يجب أن لا تعممها تفضل الشعر كما ذكرت لا بد أن يمسى حقيقة أخلاقنا ومبادئنا نعم وتقاليدنا وعاداتنا الشاعر الذي لا يحافظ ولا يدعو إلى التمسك بهذه الأمور وهي من عمق هويتنا العربية الإسلامية إلى أي شيء يدعو نعم ونحن الشعراء لا بد لنا أن نقتفي آثار هؤلاء الفطاحل سواء في العصر الإسلامي الأول أو في عصر النهضة وأقصد بهم هؤلاء الثل الألمعية كحافظ إبراهيم وأنداده وأقرانه ممن تركوا بصمات إلى حد هذا اليوم دور الشاعر في بناء الجيل وربط الشباب بجذورهم وأصولهم يحضرني في هذا قول وكلمة للشيخ البشير إبراهيمي علامة مغربنا العربي وهو يتحدث عن غيرنا يقول ثم عمدوا إلى الشباب فرموه بهذه التهاويل من الحضارة الغربية التي تأتي بنيانه العقلية والفكرية من القواعد حتى أصبح شبابنا يهرعون إلى دور العلم الغربية ومعهم عقولهم وأسماؤهم ويرجعون إلينا ومعهم أسماؤهم وأشياء أخرى ليس منها العربية ولا الشرقية يا صلاح لقد انبهر كثير من شبابنا سواء الذين يهاجرون أو الذين يمكثون في بلدانهم لكن بحكم أن العالم صار بيتا واحدا بهذه الآلات بهذه التكنولوجيا ساروا منبهرين بما يسوق إلينا من عادات وتقاليد بل ومن أفكار حتى صار من بني جلدتنا من يحارب الثوابت ويقول هذه أكل عليها الدهر وشرب يا الله وهذه مصيبة المصائب يا أستاذ مصطفى ونحن نتحدث عن هذا ولذلك لا بد من نهضة فنية أدبية في مجموعها سواء كانت شعرا أو نصرا ونظما أو كانت مصرحا أو كانت رسما أو خطا أو ما إلى ذلك حتى نلتفت إلى ورائنا لنعرف كيف كان أجدادنا وأسلافنا إنهم كانوا في مصاف الأمم لتمسكهم بالمبادع الشاعر اليوم إلا قليلا منهم وأنا أعيما أقول قد انبهر بما يسوق إلينا من هذه القوالب المصنوعة التي تأتي إلينا من خلال بعض النخب في بلداننا ممن انبهروا بأدب هؤلاء وحداثيتهم كما يسمى ثم جاءوا إلينا على أنها الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأصبحنا نرى غبشا ودخلا ودخلا حتى في عقيدة هؤلاء فانظر يرحمك الله عندما يعتد أحدهم مثلا محتراماتي لهؤلاء النقاد برولان بارث المزداد سنة 1915 الذي ألف كتابا لو قرأته من أوله إلى آخره لما وجدت جديدا وكذلك صار شأن شعرائنا في أغلبهم في هذا الزمان لو عصرت أو لو مارست التصفية لما هبط كما يقال عندنا في الجزائر لن تجد إلا السفساف وهو معروف والكفايسة والسويدة والحسكة وهذا كلامي يعرفه أهل المغرب في عمومهم وترجمته باختصار هو ما لا فائد فيه ولا يأكله الإنسان عندما نأتي بالقمح نخالة القمح قبل أن ينخل القمح وقبل أن يطحن لكل طحين النخالة قبل أن يطحن القمح هناك تصفية يصفى فتجد بذور النباتات الطفيلية كالسويدة وهي بذرة سوداء يعني الأشياء غير صالحة لطحن مع الدقيق وربما تفسده شكر الله لك جميل جدا هذا بالذات يبدو أن لديك الكثير مما تود أن تضيفه لكن السيد المخرج يطلب أن نخرج إلى فاصل بعده بإذن الله سنواصل مشاهدين الكرام أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا فاصل ومن ثم نعود حياكم الله وعزائنا المشاهدين وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد حيث أن الكلمة ينبغي أن تكون مسمارا يدق في جدار الوعي لماذا؟ حتى تثوت فكرة الوعي في وجدان صاحبها الذي يحمل هم أمته ويقدم لهم رسالته التي تسم بهم لا التي يعني تنحدر بهم نريد الشاعر الذي يتشبث بأصوله وجذوره ويسعى إلى بناء حضارته لا الذي يكتفي فقط باستيراد الأفكار الأخرى من مجتمعات ربما لا تشبه مجتمعه ثم يقول ها هي الحضارة تعالوا فاتبعون إلى الشعر من جديد قبل أن نواصل النقاش في هذا الموضوع دكتور عمار تفضل لك الإلقاء الجميل الذي على ما يبدو أنه يحمل قصيدة لا تقل جمالا عن السابق شكرا لكم أستاذ مستفى اعتبار لا ينفع قلت يوما إن شعبي إن أرضي في خطر قيل كلا ذاك إفك قول زور وخضر فبلادي حالها اليوم عظاة وعبر في وفاق في أمان فالبوادي كالحضر أنت عبء في بلاد كل ما فيها هجر كل من فيها هجر قلت كلا إنما الرأي لنا حق وحر قيل يكفي أنت أهل لسعير وسقر يا لطيف فإذا الغدر تعرى وإذا المكر ظهر فإذا الغدر فإذا الغدر تعرى وإذا المكر ظهر نعم وإذا الشر تبدى وإذا الماء عاكر قلت هذا قلت هذا كان رأيي في أسان المحتضر يا الله هذا هو القصيد هذا القصيد بالمناسبة كنت أدخل الحرم المكي وإذا خلفي رجل سعودي من تلك البلاد العامرة نعم ينادي علي مسلما فلما التفت تعارفنا على بعضنا وأسمعته شيئا من هذا القصيد وكلما قرأت بيتا أو بيتين راح يردده بعد ثم ينادي على أولاده محمد اسمع عمك عمار شاعر لقد كان الرجل ذواقة ولكن أشعار الفطاح لي في هذا الزمان أمس مثلها مثل الزرع الطيب الذي لا تقبله الأرض البور في زماننا هذا ولقد قلت قبل الفاصل في زمن الرداء يقدم عنوة أو قصرا كل ضحل لا يعرف من الشعر إلا أرقامه لكن هذا لا ينفي حقيقة أن الساحة أيضا فيها الكثير من المبدعين الحقيقيين أصحاب القيمة العالية على المستوى اللغوي وعلى المستوى البلاغي وكذلك على مستوى التشبث بالقيمة هؤلاء أيضا موجودون وهم كثرة يعني لا نريد أن نجحدهم حقهم قد يقول قائل معك حق أستاذ مصطفى ومع القائل السائلي حق ولكن الذين يدفعون إلى الركح وإلى المنصة أغلبهم لا يشفي الغليل وأغلبهم قد يتفق معك كثيرون في ذلك لا يأتي بالجديد وبخاصة أعني هؤلاء الذين قد أوغلوا في الغموض حتى صار غموضهم غامضة الذين يقدمون مصطلحات جميلة مجازات عالية ولكن ربما تكون مفرغة المضامين من الأفكار التي تنهب بالأمم المجاز قد تجاوزهم المجاز شيء جميل ولكن وفق اللغة المألوفة المعروفة عن أجدادنا عن أصولنا ما الذي يقدمه الذين تعنيهم طلاصم مثلا؟ بل هي فاتة الطلاصم بقليل يكفي أن يأتي الواحد منهم يتحدث عن نملة تمشت شعرها الكستنائية على مرآة مقعارة فقل لي بربك ما هذا الكلام؟ الأمة تذبح من الوريد إلى الوريد وأنت لا تزال تتحدث عن نملة لو كنت في عهد القرامطة لكنت معذورا رغم أن المتنبي وغيره من الشعر ممن نعرف كانوا يقولون كلمتهم المتنبي الذي قال عن ذلك العهد حيث كانت الدماء والقتل على يد القرامطة وضاقت الدنيا حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا تأمل هذا الكلام الرائع وتلك الصورة لقد نقل صورة حقيقية عن الواقع الذي كان يعيشه ولكنه لم يعدل عن المجاز وعن الصورة الشعرية الرائعة الرائقة إنه أتى بشيء يبعث عن الإغراب ويجعل النقاد يعيشون في استغراب لذلك فألف المؤلفون والناقدون أسفارا كثيرة ثقيلة حول شعر المتنبي صحيح ولا يزال لم يستهلك إلى حد هذه الساعة طيب على صيرات المتنبي لابد أن هناك الكثير من الشعراء الذين برعوا كذلك وخلدتهم حكمتهم ورسالتهم السامية وينبغي علينا أن نفرد لهم شيئا من مساحة هذه الحلقة انطلاقا من قراءاتك ومن ما تفضل بأشار العربي أكيد لمست هذه الحكمة هذه البراعة هذا الحب هذا الانتماء عن كثير من الشعراء وينبغي أن نتحدث عن أحدهم مثلا فضل صدقني يا أستاذ مصطفى إني مهوس بكثير من هؤلاء الذين نشتم فيهم رائحة الولاء لأمتهم والولاء لمبادئهم نعم ولم يضرهم أن يدفعوا مقابل ذلك أثمانا غالية نقصد من جملتهم حافظ إبراهيم يا السلام هذا الرجل رغم أنه كان يعيش في ضنك ونفي الرجل وأسيئ إليه إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يدلي برأيه ويدافع عن رسالة الأمة في ذلك القصيد الرائع الذي يقول فيه واعذرني كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق أني لأحمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواق لهفي عليك متى أراك طليقة يحمي كريم حباك شعب راقي جميل كلف بمحمود الخلال متيم بالبذل بين يديك والإنفاق إني وهنا بيت القصيد الشاعر صاحب رسالة إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريض بأوبة وتلاقي وتهزني ذكر المروءة والندى بين الشماء لهزة المشتاق ما البابلية في صفاء مزاجها ما البابلية في صفاء مزاجها والشرب بين التنافس وصباقي والشمس تبدو في الكؤوس وتختفي والبضر يشرق في جبين الساقي بألذة من خلق كريم بألذة من خلق كريم طاهر قد مزجته سلامة الأذواق يا السلام فإذا رزقت خليقة محمودة فقد استفاقك مقسم الأرزاق فالناس هذا حظه مال وذاك علم وذاك مكارم الأخلاق والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي كم عالم مد العلوم حبائلا لوقيعة وقطيعة وفراقي وفقيه قوم ظل يرصد فقهه لمكيدة أو مستحل طلاقي يمشي وقد نصبت عليه إمامة كالبرج لكن فوق التل نفاقي يدعونه عند الشقاقي وما دروا أن الذي يدعون خذن شقاقي وطبيب قوم قد أحل لطبه ما لم تحل شريعة الخلاقي قتل الأجنة في البطون وطارة جمع الدوانق من دم مهراقي يا الله أغلى وأثمن من تجارب علمه يوم الفخار تجارب الحلاقي ومهندس للنيل بات بكفه مفتاح رزق العامل المطراقي تندى الشاعر حافظ إبراهيم هو أحد هؤلاء المدافعين عن قيم الأمة وثوابتها سنواصل حديث عنه وعن نموذج آخر ربما من بلدك الذي تحب الجزائر لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وصلنا إلى الفقرة الختامية في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد نجدد الترحاب بك الشاعر الجزائري والأكاديمي الجميل دكتور عمار الأربع باعتبار ما هو كائن حتما إن شاء الله ونسأل الله لك التوفيق فيما أنت عاكف على تحقيقه من إنجاز نموذج من الشعراء في الجزائر كان مثالا للتضحية ومكافحة المستعمر وترى أن الفرصة أصبحت مواتية لأن ينال شيئا من مساحة هذه الحلقة ولك أن تختم بشيء عن حافظ إبراهيم ومن ثم نذهب إلى شاعرك الجزائري الذي تود أن نعرف حقيقة حافظ إبراهيم ترك بصمة لا تمل وقد لا أبعد إن قلت إن هذا القصيد هو عبارة عن ملحمة في مجتمع فلم يترك شاردة ولا واردة مما يجب أن يذكر إلا وأوردها قصيدا رائعا وجميلا تشعر أنه أرخ لمكارم الأخلاق في القصيدة التي قرأت شيئا منها أي نعم إلى أن يصل حديثه عن الأدباء وقد طرحتم سؤالكم أستاذ مصطفى عن الأدباء والشعراء وأجبنا باقتضاب على كل حال لكن الشاعر أشار إلى هذا إلى أن يقول وأدي بقوم تستحق يمينه قطع الأنامل أو لضى الإحراق يا لطيف لماذا؟ يلهو ويلعب بالعقول بيانه فكأنه في السحر رقية راقي في كفه قلم يمج لعابه سما وينفثه على الأوراق يرد الحقائق وهي بيض نصع قدسية علوية الإشراق فيردها سودا على جنباتها من ظلمة التمويه ألف نطاقي يا لطيف عريت عن الحق المطهر نفسه فحياته ثقل على الأعناق لو كان ذا خلق لأسعد قومه ببيانه ويراعيه السباقي إلى الشعر الجزائري المفضل لديك رأينا قبل الشعر شعراء بلدة الحبيبة ووطن الغالي كثر سواء في أيام الاستعمار والاحتلال أو أيام الاستقلال نعم لكن هناك من نال حظه من الدراسة والنقض فلمع وهناك من غمره النسيان نعم فأقبر يظهر من هؤلاء جميعا وهو المشهور شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا رحمه الله صاحب الإلياذة وصاحب اللهب المقدس ويظهر من بين هؤلاء كذلك أمير شعراء الشباب محمد العيدة لخليفة هذا الذي غيب كثيرا وإني من هنا أهمس في من يصهرون عن المناهج أن يجعل له حظا في مناهجنا ذلك لأن الرجل كان وطنيا مثله مثل مفدي زكريا رحمه الله ومثله مثل محمد الشبوكي هذا صاحب من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا مفدي زكريا له قصيد كنا ندرسه لتلاميذنا في المتوسط نعم واعتردتني فكرة إنجاز بحث عنه وقدر الله أن كانت مذكرة الليسونس حول هذا القصيد حيث كانت المذكرة بعنوان الطناص في شعر مفدي زكريا الذبيح الصاعد أنموذجا هذا القصيد من أوله إلى آخره وإني لا أبعد إن قلت حتى بعض الحروف التي أوردها وكأنه يقتبس كل ذلك من القرآن الكريم يا سلام طيب لضيق الوقت ما رأيك لو تقرأ لنا شيئا من أبيات قصيدته هذا القصيد بالمناسبة كتبه في السجن وبدمه على الجدران في السجن عند المحتلال الفرنسي في سجن برباروس في زمن الاحتلال الفرنسي أي نعم يقول قام يختال كالمسيح وإذا يتهادى نشوان يتل النشيد باسم الثغر كالملائك باسم الثغر كالملائك أو كالطفل يتل النشيد إلى أن يقول وهو يجابه المستعمر الجلاد وابتسم محياك جلادي وَلَا تَبْتَئِسْ فَلَسْتُ حَقُودًا أنا إن ميتُ فَالْجَزَائِرُ تَحْيَى يا سلام حُرَّةً مُسْتَقِلَّةً لَنْ تَبْيَدَى أنا إن ميتُ فَالْجَزَائِرُ مُسْتَقِلَّةً لَنْ تَبْيَدَاً لَنْ تَبْيَدَى في مشروع بناء تجربته الحضارية الواعدة لا نريد أن نكتفي بأن نتلقى ونسمع كان أجدادكم كذا كانوا كذا نريد أن نصنع أنفسنا وفكرتنا وتجربتنا ونضع بصمتنا ما الذي ينقصنا حتى نحقق ذلك كل الإمكانات لدينا يا أستاذ مصطفى لدينا العلماء لدينا الأئمة والدعاء لدينا الشعراء الفطاحل وبالمناسبة أن أعرفك قبل أن أعرفك منشطا في هذه الحصة أعرفك صاحب قلم وبنان وجنان أشكرك وفي الشعر والنظم فنان فماذا أقول إن بلادنا من المحيط إلى الخليج تحتاج إلى دفقة شعورية نجتذب ونجلب بها شبابنا إلى حيث عزته وذكره وشأنه العظيم إن للشباب موعدا مع المستقبل عليه أن لا يفرط فيه وأن لا ينظر إلى مثل هذا مساحته عشر سنتيمتر مربع إنه يعبث بنا كما عبث السامري ببني إسرائيل يا سلام جميل إذن أنت تريد لشبابنا أن يكون أكثر اطلاعا أن يفرغ الكثير من وقته للقراءة للدراسة للمواظبة على مثلا الأذكار وعلى قراءة الأوراد من القرآن الكريم على التعلم على أن يشق بصمته أو يضع بصمته ويشق طريقه بيده لا أن يظل حبيس فكرة واختراعات المستعمر أو الأجنبي بشكل دائم ومتواصل والله يا أستاذ مصطفى والأمر لا يدعو إلى الحلف والقسم فضل إن النص المقدس إن القرآن الكريم كلام الله عز وجل لو فكرنا قليلا فقط كيف برسالة تأتينا من سابع سماء من الذات العلية ذات الله سبحانه وتعالى ونفرط فيها حسنت إن هذا لأمر عجاب إن الذي يقرأ القرآن ويحفظه يحفظه الله من كل سوء والذي تعلم القرآن سيتعلم كل شيء والذي سهل عليه حفظ القرآن سيسهل عليه كل خير بإذن الله ونتذكر دائما إذا كثر المفرطون فإن المتشبثين أكثر شكرا كثيرا لك أستاذ عمار الأرباع شرفتنا في هذه الحلقة وصلنا إلى الختام شاهدين الكرام موعدنا يتجدد إياكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل بإذن الله دائما وأبدا ظلوا في أمان الله إلى اللقاء شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر